صحة الانعقاد زي ما قلت لحضراتكو يوم الخميس الانعقاد الاول وده عمليا في كل الاندية بنسبة كبيرة او بنسبة كاملة لا يتم او لا يكتمل يوم الخميس الانعقاد الاول صحة انعقاده لازم ان يحصل حضور نصف عدد الاعضاء زائد واحد نصف عدد الاعضاء في الجمعية الاممية للنادلالي لليوم حق التصويت 180 الف يعني مطلوب يوم الخميس يجي 90 ألف وواحد ده عمليا ما بيحصلش اذا ما حطينا في الاعتبار ان اخر رقم قياس سجلته الجمعية الاممية للاهلي في انتخابات 2017 الساخنة جدا كان 37 ألف واضح فيوم الخميس لا يكتمل النصاب القانوني بنسبة شبه كاملة فيبيؤجل الانعقاد لليوم التاني انعقاد يوم الجمعة هي دي الانتخابات الساخنة لان صحة انعقادها 10% من عدد الاصوات اللي لليوم الحق او 5% ايهما اقل فابتكتمل في خلال اول ساعة الصبح طبعا النادي وضع كل الترتيبات زي ما طمنا حضراتكو تباعا لاستقبال اعضاء الجمعية العمومية في هذا العرس الانتخابي الكبير اللي دايما وابدا الجمعية العمومية للنادلالي بتضرب المثل في كل التزاماتها ووعيها في مسندة ناديها طبعا الادارة التنفيذية للنادي جهزت كل حاجة الخيمة الانتخابية اللي هتستقبل هذا الانعقاد المهم جدا زي ما حضراتكو شايفين دول كشوف الاعضاء المسددين لاشتراك السنة الحالية والسنة اللي جاية بالمناسبة اللي سدد حتى السنة الاخيرة هو ليه حق التصويت فبالتالي 180 ألف عضو تشملهم هذه الكشوف اللي تم وضعها في جنبات النادي في كل مقراته لتمهيدا لاستقبال هذا الانعقاد المهم وفيها تيسيرات كبيرة جدا يعني عايز اقول لحضراتكو اي عضو بيمسك كرنية العضوية اول رقمين من اليمين ده رقم اللجنة عشان تبقى المسألة سهلة ما يلفش ولا يسأل لجنته فين اول رقمين من اليمين هم دول رقم لجنة الانتخابية بتاعته دي الخيمة اللي تم توسعة مساحتها وتم تخصيص مدخلها ومخارجها علشان يكون فيها تيسير كبير على السادة الاعضاء لاستقبال السادة الاعضاء بافضل وصيلة ممكنة فيه ترتبات وتسهيلات كبيرة جدا للانعقاد بالاضافة الى تخصيص بقى سيارات لنقل الاعضاء من مقرية النادي بمدينة نصر والشيخ زايد الى مقر الجزيرة اللي هيستقبل هذا الانعقاد المهم عايز اقول لكم انه مجلس الادارة وهو بينهي اعماله الاخيرة لما قدم للجمعية العمومية الميزانية بتاعته وكشف الحساب كان فيها جزء خاص بالوحدة الاقتصادية ازاي ادرت انم مواردي ازاي ادرت اعظم موارد النادي الى هذا الحد كان الجديد فيها فكرة الوحدة الاقتصادية اللي استحدثها مجلس الادارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب وان ده يحصل يا جماعة مع شركة استادات الوطنية في خضم او في اثناء معاناة العالم كله من جائحة كورونا هذا الانجاز الاقتصادي الكبير وهذا الابداع في الاداء الاقتصادي المختلف اهل الاهل النهاردة لخبر مهم جدا اسعد كل الاهلوية النادي الاهلي فاز بجائزة محمد بن راشد للابداع الرياضي كافضل مؤسسة رياضية عربية النهاردة فاز الاهلي بجائزة الابداع الرياضي او جائزة محمد بن راشد عن افضل مؤسسة رياضية عربية بسبب هذا الاداء الاقتصادي المختلف والتفوق الرياضي الملحوظ في زمن الكورونا جائحة كورونا اللي ضربت اقتصاديات دول وشركات عالمية كبيرة جدا النادي الاهلي تعامل مع هذه الجائحة وكل ظروفها وكل تدعياتها وكل متعبها على افضل وجه بل انه اضاف لانماطه الاقتصادية والمجموعة الاستثمارية فكرة الوحدة الاقتصادية اللي اجتملت زي ما حضراتكم عارفين استاد الاهلي والسلام وحمام التربية والتعليم وفرع الاهلي في الاقصر وقناة الاهلي واسوار النادي حزمة اقتصادية رائعة جدا ابتكرها مجلس الادارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب اهلت النادي الاهلي انه لما تناقش مثل هذه الافكار المختلفة جدا والمبدعة في اطارها تؤهل الاهلي النهاردة للفوز بجائزة الابداع الرياضي جائزة محمد بن راشد واعتقد الحيثيات اللي صدرت عن هذه الجائزة الاماراتية الكبيرة اللي بدأت تمثل نقلة كبيرة في الفكر الرياضي بقى عندنا في الفكر الرياضي العربي هذا التقدير الكبير للابداع والاختلاف والتميز الفكري فمبروك لكل الاهلوية بفوز الاهلي بهذه الجائزة الكبيرة اللي بتتوج عمل مجلس الادارة عن اربع سنوات كاملة تحمل فيها الكثير وابدع فيها الكثير من الافكار حتى قدم للجمعية العمومية هذا الانجاز الكبير مشفوعا او ممهورا او مختوما بجائزة الابداع الرياضي جائزة محمد بن راشد اشتركوا في القناة